وضيفاً على المسائية يحل السيد عبد العزيز كلوح الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات مرحباً بكم سيدي مرحباً شكراً على الاستضافة شكراً على تلبية دعوة المسائية مرحباً إذن المجلس أصدر تقريره برسم سنة 2019-2020 نعلم جيداً أن هذا يأتي تنفيذاً لمضامين دستورية خصوصاً الفصل 148 من الدستور وكذلك توجيهات الملكية من أجل المراقبة العليا للمالية العمومية نريد أن تحدثوا على السياق ربما الذي جاء فيه إصدار هذا التقرير بالنسبة للسياق وكما تعلمون فقد تم مؤخراً نصيب سيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وبطبيعة الحال بتوجيهات ملكية من أجل الحرص على أن يمارس المجلس الأعلى للحسابات كل الاختصاصات الموكولة له دستورياً أما بالنسبة للتقرير السنوي فهو ترك ما ذكرتهم المادة 148 من الدستور خصوصاً الفقرة 5 وكذلك المادتين أقول الفصل 148 من الدستور والمادتين 99 و100 من مدونة المحاكم المالية وله ثلاثة أهداف أساسية أولاً المجلس الأعلى للحسابات بنفسه يقدم الحساب عن عمله إلى صاحب الجلال نصره الله باعتباره السائر على حسن سير المؤسسات الدستورية كذلك هو إخبار للسلطتين دستوريتين المعنية بمحتوى هذا التقرير والتي هي طبيعة الحل الحكومة في شخص سيد رئيس الحكومة والبرلمان في شخص السيدين رئيسي مجلسي البرلمان ثم كذلك ينص الدستور على النشر في الجريدة الرسمية إخباراً للرأي العام بمستوى التدبير العمومي وبالخصائص دياله وكذلك حصيلة عمل المجلس الأعلى للحسابات بطبيعة الحال هذا التقرير ليس المنشور الوحيد للمجلس الأعلى للحسابات لأنه الفصل 148 دستور نفسه وفي فقراته الرابعة يسمح للمجلس بنشر تقارير المراقبة الأخرى والمقرارات القضائية وهذا المجلس بدأه وسيستمر فيه وسيعززه بطبيعة الحال بشكل مسترسل ومنتظم في المستقبل إن شاء الله نعم سيد عبد العزيزة طبعاً هذا التقرير من ضمن الاختصاصات ربما التي موكلة إليها أو التي تضمنها هو يعني إعطاء خلاصات تتعلق بالمهمات مهمات تسير طبعاً هذا في أفق ضمان جودة تسير في المرفق العمومي خصوصاً في الشيء المتعلق أظن بالمالية العمومية شنو هي أهم ربما الخلاصات التي تضمنها هذا التقرير ذات السنتين 2016-2020 وبالفعل كما جاء في الروبورتاج في فصول أربعة هذا التقرير وبالإضافة للفصل الأول الذي لمخصص الاختصاصات القضائية والتي تحدثت عليه في الروبورتاج وكان فيه تصريح للسيد الوكيل العام للماليك والتي تقدم فيه بيان عن أنشطة القضائية وكذلك مستخراجات من الأحكام والقرارات للمجلس الأعلى والمجاليس الجهوية للحسابات فالفصل الثاني خصصة لمراقبة التسير وهذه المراقبة هذه بطبيعة الحال تنشره في المجلس على شكل خلاصات مركزة تبين مكامن الخلل في التسير ولكن كذلك أهم هدفها هو أنها تقترح توصيات واقتراحات للأجهزة العمومية لتحسين تدبير المالية العمومية وكذلك المرافق العمومية والتجهيزات العمومية خصوصاً المحلية منها الهدف هو أن تدخلات الأجهزة العمومية يكون لها أثر ووقع على حياة المواطن وعلى الاستثمار ببلادنا كذلك نعم سيد الكاتب العام الملاحظ أن هذا التقرير يتضمن دائماً مجموعة من الأمور المتعلقة بالمستجدات هذه السنة الملاحظة الأساسية منهجياً أن التقرير هذه السنة ملخصة ومركز مقارنة مع السنوات الماضية بحيث لا يتعدى واحد ستمائة صفحة مقارنة مع ما يفوق ألفين صفحة التي كانت هناك في التقارير الماضية نريد أن نتكلم الآن عن المنهجية كل شيء المغاربين يريد أن يعرفون كيف يشتغل المجلسة على الحسابات في إعداد هذه التقريرات اسمحوا لي من فضلكم قبل التطرق إلى المنهجية استكمال محتوية التقرير فالتقرير فيه كذلك بيان عن كافة الأنشطة تصريح الإجبال بمتركات تتقيق حسابة الأحزاب السياسية كذلك ملخصين لتقريرين حول تنفيذ قانون المالية سابقة للمجلس أن أرسلهما إلى البرلمان وكذلك جانب مهم هو تنفيذ التوصيات فالكل يتساءل ما هو مآل التوصيات التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات هنا يجب التذكير بأن المجلس له المجلس المجلس بطبيعة الحال تكلم معناه العام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات لها آليات لتتبعها التنفيذ لتتبع تنفيذ هذه التوصيات وستتعزز إن شاء الله مستقبلا بإنشاء منصة رقمية لتعزيز هذه العملية التي تتبع وفي التقرير السنوي بطبيعة الحال منشور نتائج تتبع تنفيذ التوصيات من طرف الأجهزة العمومية أعود لسؤالكم بالنسبة المنهجية ففيما يخص بيانة الأعمال هي كلاسيكية هناك إحصائيات وننشرها هذا كما قلت هو تقديم حساب ماذا تقوم به المحاكم المالية أما بالنسبة للخلاصات فهناك مستجدات بالفعل في كل سنة كنا ننشر ملخص لكل تقرير أما هذه السنة فمن 665 تقرير لمهمة الرقابية أصدرنا 35 خلاصة مركزة تركيبية تهم مواضيع أفقية ذات أهمية كبرى مواضيع محددة تهم حق كافة القطاعات غير أنها خلاصات تركيبية يعني في واحد المستوى استراتيجي لكي تكون حتى خلاصاتها أو حتى توصياتها في واحد المستوى لتحسين التدبير العمومي ومثلا كما أخبركم فهي تهم كافة القطاعات المالية الإدارية قطاع التربية والتكوين قطاع الصحة قطاع الماء وحتى على المستوى التجهيزات والمرافق العمومية المحلية بطبيعة الحال كتهم المعيش اليوم المواطن كذلك بالنسبة لمنهجية يتم إدراج في إطار تواجهية وحق الرد من طرف الأجهزة العمومية يتم إدراج الرد مباشرة بعد الخلاصات والمستجد هذه السنة لنختم بالمستجد المستجد هو أن المجلس بعد كل ملاحظة يحاول إدراج مقتطف من رد الجهاز العمومي حتى تسهل مقرؤية التقرير وتكون هناك استفادة منه والهدف طبيعة الحال هو أنه أثر التقرير يبلغ الهدف دياله شكرا جزيلا لكم سعب دعزيز كلوح الكاتب العام لمجلس أعلى الحسابات شكرا لكم على تلبية دعوة المسائر شكرا لكم على الدعوة ترجمة نانسي قنقر